ايه ده؟ بوجي؟ قاعد معنا النهاردة يا بوجي؟ الأولمبيا ناقص لها أقل من شهر طبعاً أنا عملت تحديث على ريمون بعدين بعد كده عملتلكو فيديو بتاع رد كريس بومستيد على ريمون دينو اللي هو بيقولوا لا 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 ما تنساش نفسك في حد رد عليهم هم الاتنين وازلي فيزرز لسة منزل آخر صور تحديث مش هنوريكو الصورة دلوقتي استمنا معانا بقية الحلقة ازيكو جماعة اهلا بكم في حلقة ممتعة النهاردة الأولمبيا أقل من شهر ريمون دينو تقدم في ظهره تقدم في شكله اوفرول راما سايز كريس بومستيد رد عليه دي يمكن تكون اخر سنة الكريس بومستيد كريس بومستيد بيقوله اركنا على جنب افتكر مكانك انت داخل ضد البابا المجال ولكن احنا نسين خالص ان في حد كسب ريمون دينو اللي هو كان بياخد تاني لكريس بومستيد يعني في واحد دلوقتي اقرب لكريس بومستيد ولكن بعد التحديث ريمون انا قلت ان غاربا ريمون هياخد مركز تاني تاني بعد التحديثات القديمة بتاعت وازلي فيزرز ودي التحديثات القديمة ولكن وازلي فيزرز امبارح نزل اخر التحديثات لسه وروق جديدة وبص المنظر ده عامل ازاي عايزك تزوم ان على الفايبرز بتاعت كتفه الدراعات يا جماعة يعني المية بص مشفوط واردي لسه ناقص تقريبا 25 يوم على الولمبيا ويشكله عامل كده بص الترابيس بص الكتاف بص بتاع البراكياليس بتاعه والترايسب والبايسب حاجة خرافية هنا نخش الصورة التانية موس ماسكر واحدة تانية بص عرضه عامل ازاي الكتاف بتاعته صدره بقى مليان اكتر دراعات موجودة حسنا دراعاته تحسنت دراعاته كانت واحدة من نقاط ضعفه ولكن انا مش شايف ان هنا دراعاته من نقاط ضعفه خالص بالزرط الوضع الموس ماسكر ده مش سهل اكتراباس الترابيزيس الرامبويدز الجوائه لقد لمص الترابيزيس محتاج شوية سماكة في العضلات دي ولكن يعني عرضه يا جماعة طيارة بوينج سيفن او سيفن بصراحة يعني اي ثري ففتي شكله من ورا جامد جدا 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 يا جماعة الراجل بقى في حتة تانية خالص بوجي يا بوجي انت هتبوزن الفيديو ولا يا بوجي عمال ليه لعب باللعبة بتاعته مش هينفع جدا هي زريبة دي داخل عادي طالع ولكن في حاجة خالص وداخل ولا علوش لعب اي حاجة كأنه صرح الغير فدلوقتي السؤال الكبير مين هياخد مركز تاني في الميستر اوليمبيا تعال نقارنهم تعال نقارن الظهر لهم هم التلاتة ريمون كريس في النص وازلي مين يا جماعة شايفين انه ممكن يكسب وبعدين عندك موس ماسكيلر ممكن نقارن كريس بومسد مع وازلي نفس الوضع بتاع الموس ماسكيلر مين فيهم انت شايف انه هو اجمل انا لما ببص عليهم هما الاثنين بصراحة وازلي انا حاس ان الدراعاته كمبليت اكتر لان كريس بومسد وانتو عارفين انا قدي بيحب كريس بومسد بس كريس بومسد عنده الدراعات بتاعته الترايساب مش قد كده قوي البايساب فيها قطع او فيها نوع من الانجري ومنع ان هي تديله الشكل الكامل للدراعات فانا مش عارف اه طبعا وازلي مش حاطط بقية الصور بتاعته الفرندة بالبايساب وكل ده ولكن انا عمتقد ان التحديثات دي كفاية جدا 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 انا نخش على انستاغرام بتاعه حنشوف ده ننزله من اسبوع يا نار ازرق ya ن plastic على 노�هر طيارا يا جماعة والله العظيم طيارا مش ممكن لا خطير والفيديو ده على فكرة من اسبوع في واحدة تانية هنا في اللوكل روم حاطط حاطط فيها حاجة لا فلاشات بس فلاشات عينات كده سريعة مش باينة فيها حاجة قوي بس واضح من شكله ووشه نحفان جدا اقول لك بصراحة انا شايف ان وزلي ممكن ياخد مركز تاني هو كسب ريمون دينو في الارنلد كلاسيك اوكي ماشي ريمون دينو عمل تحديثات ولكن ما اعتقدش ان التحديثات دي هتبقى كفاية بمواجهة وزلي فيزرز خالص يعني لما نيجي نبص على فرانت دابل بايسك بتاعته من اخر بطولة لا سوري يعني كطول والطول بيفرق الطول بيفرق في المنز كلاسيك يا جماعة مش هنحور على بعض رجله كبرت فشخ دراعته كبرت فشخ بص السايتشاست الوضع بتاع ارنلد اللي هو دا يا جماعة وهو بيعمله خطير انا شايف ان هو الله العظيم يعني معدي ريمون دينو ولكن في حد على فكرة مش بنتكلم عليه خالص وبيني وبينك بحس ان هو underrated يعني الناس مش بتتكلم عليه كفاية وهو ميشيل داعبول اخونا مشيل داعبول لسه منزل صورة رجله وميشيل داعبول كان في الطوب سيكس في المستر اوليمبيا ومحدش على باله خالص مشيل داعبول ولكن مشيل ممكن ايزي ان هو يتزحلق في الطوب فايف او حتى الطوب ثري يعني طوب فور ماشي يمكن سياسيا ريمون وازلي صعب ولكن بصوا يا جماعة الرجل دي عاملة ازاي بصوا الرجل ميشيل داعبول عاملة ازاي رجل خرافية بصراحة جماعة الرجلين دي بسم الله ما شاء الله ما فيهاش غلطة واحدة size موجود quad sweep موجود ضمة موجودة تشاريخ اللي في النص موجودة حتى جيناتك دي رجله بصراحة من احلى الرجلين اللي موجودة في المنز كلاسك من 3 ايام flat and depleted empty with no energy امتي ايه يا ميشيل امتي ايه بقى فين امتي فين يا ميشيل بالزبط فين اللي امتي بالزبط موس مسكر جامد جدا والله يا جماعة ممكن مايكل داعبول يصدمنا بص الرجل التاني في الصورة دي بص يا جماعة الرجلين دي لا شدت يعني تقيلة تقيلة جدا تشانك عضلات في سماكة في العضلة الاولمبيا بصراحة هتبقى ممتعة جدا جدا انا شخصيا متحمس للمنز كلاسك لاول مرة في حياتي على قد ما متحمس الوزن المفتوح اذا مش اكتر وزن المفتوح كلنا عارفين اللي فيها داريك هيكسب هادي هياخد تاني يمكن كمان تالت نيك ووكر ضد ضد سامسن داودا ضد اندرو جاكت ثم التلاتة هيعفروا على المركز التالت الرابع والخامس ولكن المنز كلاسك طبعا كريس بابا المجال هيكسب ولكن مركز التاني هتبقى فايت حلوة جدا جدا اكتبولي في التعليقات انتو شايفين مين هيكسب المركز التاني في المنز كلاسك وقولولي كمان شايفين ميشيل داعبول ممكن ياخد مركز كان ودي يا جماعة حلقة النهاردة ولو انت مشتريتش كتاب دمرها لازم تنزل تشتريه اللينك تحت سايبهولك في مربع محتوى الفيديو والكومنتس نفس الحاجة لكتاب الوصفات لو انت متجاوز او عايش مع والدتك لازم تشتري الكتاب ده عشان تطبخ لك واجبات من الكتاب ده وترايح نفسك لان كل واجبة من الكتاب ده مئة وصفة كل وصفة كتب لك فيها سعرات كل الواجبات عش بس السعرات الماكروز يعني البروتين الفات والكاربز واخر صفحة من الكتاب عمل لك اندكس مرصص لك الواجبات بأعلى بروتين لأوطى بروتين أعلى كارب لأوطى كارب أعلى فات لأوطى فات حرفياً ممكن انت تعمل الديت بتاعك وطبعاً لو انت عندك الامكانية انك تخليني انا أخصص لك برنامج ليك 12 اسبوع تعمل ترانسورميشن زي ده زي ترانسورميشن باسم يوسف ترانسورميشن زي ده طبعاً هلخص لك انا الدنيا ويبقى أسهل بكتير وكمان من ال 12 اسبوع في الاسبوع السادس بيكون فيه تحديث معايا عشان نتأكد ان البروجرام انت ماشي عليه صح وفيه التغييرات اللي احنا لازم نشوفها يا جماعة لكل الخدمات بتاعتي اللينك في محتوى الفيديو تحت وسايفلك اللينك كمان في الكممنس اضغط عليهم وروح شوف بنفسك يا جماعة عشان فيه ناس بتسألني بكام الكتاب خش على اللينك وشوف بكام يعني موضوع سهل جداً وده فيديو النهاردة بليز اعمل سبسكرايب للقناة ونشوفكو بكرة لان كل يوم هنعمل حلقة واللي بيقول ان الدورة بيعمل حلقات كتير اعمل سبسكرايب للقناة للدعم ونشوفكو بكرة ان شاء الله في الحلقة اللي جاية اشتركوا في القناة